اشتركوا في القناة النيترونات تكلمنا في الدرس السابق عن البروتونات والبروتون هو عبارة عن جسم سقير ثقيل الوزن موجود في وسط الذرة بهذا الدرس رح نتكلم عن النيترونات النيترونات عدي كلنا نعرف انه هو نوع من انواع عديم الشحن الكهربائية وهو عبارة عن جسم سقير جدا ووزنه مساوي لوزن ذرة الهيدروجين ويوجد النيترون في نواة ذرة العناصر مع عدى ذرة الهيدروجين العادي والعدد الذري هو عبارة عن عدد البروتونات في نواة ذرة العنصر وهذا العدد يكون ثابت للعنصر الواحد وطبعا البروتونات تتركز مع النيترونات المساوية لها في الكتلة وغير المشحونة ويكونان معا كتلة الذرة هذا وفي بعض الحالات قد يختلف عدد النيترونات العنصر الواحد حيث يعطي في هذه الحالة ما يسمى بالنظير العنصر الموجود داخل الذرة الى هنا انتهى الدرس اتمنى انكم استفدتم من هذه المعلومة البسيطة كان معكم الباحث خالد من سعود الحليب ان شاء الله نشوفكم في درس بسيط وسقير مرة اخرى اشتركوا في القناة